وانضموا لنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي دكتور حسن تصريحات الأمريكية اليوم بأن أمريكا قادرة على حماية أمن الخليج ما هي الرسائل التي التقطت من خلال هذه التصريحات ولمن وجهت؟ نعم تحية لكم ما نعتقد هذه رسائلة واضحة للجانب الإيراني الذي قبل أسابيع حدد بإغلاق مضيق خرمز بعدما الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر القادم ستقلل من صادرات النفط الإيرانية وحتى تصل هذه الصادرات إلى الصفر لذلك إيران هددت بموضوع أغلاق مضيق خرمز وأيضا تهديدات أخرى معروفة في البحر الأحمر ومكانات أخرى لذلك الآن هناك استعداد غوي من الولايات المتحدة وهناك تدريبات أساسية حول هذه الغضية وأعتقد أن من حق الولايات المتحدة ومن حق دول المنطقة أن يواجهون إيران بهذا الشكل هناك ثلاث تهديدات تأتي من قبل إيران أولا المنصات لإطلاق صواريخ في ارتفاعات مضيق خرمز وخاصة صواريخ غادر التي تستطيع أن تصل إلى 200 كيلومتر وهي ضد البارجات وضد السفن البحرية طبعا إيران مستعدة لاستخدام وتوظيف هذه الصواريخ من هذه المنصات الخطر الثاني يأتي من الزوارق وهذه الزوارق معروفة وعملياتها معروفة والخطر الثالث يأتي من الألغام البحرية لذلك الآن كل التدريبات الموجودة في المنورات الأمريكية تتركز على إيران تهدد من جاو لكن في المقابل هناك مناورات أمريكية إن كان الآن في شاطئ جيبوتي تقوم بها الولايات المتحدة تمهيدا ربما لأي تهديد وتحسبا لأي تهديد من إيران ليس كذلك بالتأكيد لأن نفس التهديدات الموجودة في مضي خرموز موجودة أيضا في باب المندب والبحر الأحمر لذلك هناك عملاء لإيران في تلك المناطق الحوثيين يتحركوا ولديهم سوابغ في هذه المنطقة لذلك الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة يحسبون كل الحسابات الموجودة وكل الاحتمالات الموجودة تدخل إيران واليوم رأينا مثلا الشمخاني مرة ثانية يهدد بهذه الوسائل ويقول بأن إيران ستضرب عشر مرات أكثر من الضربات الأمريكية أو ما يسمونه بالعدو لذلك أنا أعتقد أن التدريبات الموجودة الآن من جانب الولايات المتحدة هي تأتي في مكانها وتأتي ردا على تهديدات الإيرانية طيب ماذا إن حاولت فعلا دكتور حسن إيران الآن غلق مضيق هورموز ما هي سيناريوهات المتوقعة بالنسبة لواشنطن في هذه الحالة؟ يعني ربما إيران تستطيع لأن لديها مجموعات كبيرة ومنصات كبيرة وخاصة في ارتفاعات في الجانب الإيراني من مضيق هورموز تستطيع مثلا إغلاق مضيق هورموز أو وقف الإمدادات النفطية أو حركة السفن في هذه المنطقة لمدة غصيرة ولكن لا تستطيع أن تغلق هذا المضيق لمدة طويلة وهذا معروف في إيران أنهم لا يستطيعون وأنا أعتقد أن هناك أيضا مبالغة كبيرة في الغوة البحرية الإيرانية الغوة البحرية الإيرانية الآن تعاني من سوء الإدارة من الاختلاسات من الفساد والرئيس الجديد أو غادر الغوة البحرية الجديد سيد علي لضا تنغ سيري رجل ثرثار ومهوس بالشعارات بالدولة المتحدة وأحد الشعارة نعم نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور حسن لشميان المحلل والسي سي شكرا جزيلا لك